اذا انا قلت بالبداية قلت المفروض على العملية السياسية ان لا يخرجون سيد مقتده طلع السيد مقتده هاي غلط بإرادته بإرادته غلطة وخلوه يروح كان المفروض يتشلبون به ما يخلوه يطلع وجوده كان عطا ديمومة طبعا كان ممكن بلاس خارت كان قال والسفيرة الامريكية نفسها اللي قالت مو تقول ترقبوا اكو مظاهرات هي نفسها اللي قاعدة وياهم ما سعلوه قلت عيان مظاهرات التقصدية انت غير يسألوه المفروض اكو دولة انت على شنو تحكي ليش تدخلين بشؤون الداخلية المفروض هذا الكلام اللي يصير اذا واحد عنده شخصية وعنده كارزمة وعنده علاقات دولية المفروض هي من مطالب سيد مقتده اجراء انتخابات مبكرة وانتخابات مجالس محافظات المفروض بدون هذا النظام ارجعي الكلام يقول انا بهذا النظام ما اشارك بالعملية السياسية ابدا يعني سيد عنده استقراء مبكر على ان هذا النظام هذه نهايته شوفي اللي ينسحب ب73 نائب واقوى كتلة داخل في مجلس النواب اكيد عنده رؤية استراتيجية هذا الشخص اكيد يعني بدون مجاملة لان هو شخص من يعوف احنا نائب واحد ما نعوفه لا يتقلبوا الدنيا عليه نائد تحكي على 73 نائب وكتلة قوية صلبة ووزارات او في الوزارات تحكي على الجمهور اللي يمتلك هذا النائب 73 نائب يعني جمهور عقائد مية بالمية يعني غالبيتهم فقراء غالبيتهم مؤثرياء غالبيتهم يعني لو يتعشئ او ما يتغدى يعني محترام الجنان ده يعني شخص الجمهور اللي موجود لكن بامر القائد معالتهم احنا مقابل اشتركوا في القناة